السلام عليكم اليوم وعلى كل نادي رح أعرفه من جنسيات لعب ايه؟ بحق اللي يضيف منه لاعب أسطوري ولكن بحال في شلت أني أعرف هذا النادي فرح أضطر ضيف أضعف لاعب من هذا النادي على تشكيلتي وممكن يكونوا برونزي وهدفنا من نهاية نبلي تشكيله من 11 لاعب ورح ندخل نلعب مبارا فيه ولازم أن يفوز بحالة الصندر رح أمل جيفووي على كرت ستور 50 دولار لواحد من المتابعين فخلينا نبدأ مع أول نادي الوقت محدد يا جماعة الحارس أرجنتيني من ودافع ليفربول لا مو ليفربول أصبر مو فاندايك هذا المهاجم أوكراني الجناح برازيلي يهو يهو شو الفريق الصعب هذا هذا بوتمان نيو كاسل نيو كاسل يونايتد برايتون من بدايته واضح أني جايب العيد وبالتالي لو جوابت بشكل صحيح كان بحقلني أني جيب هذا اللاعب الأسطوري الظهير خارق الدربلينج وسرعة ودفاع وكل شي ولكن بما أنك جوابت بشكل خاطئ فلازم تشوف مين أضعف لاعب بهذا النادي وتنازله أساسي شوفوا أضعف لاعب يا ساتر شوفوا جماعة اسمه سوزوكي أوتر 60 يعني لو كان مارسيدس يعني وويلكم يا هاللاعب بيكون أول لاعب ينضم على الخطة حننجلت يا جماعة هجومية ما رح نسجل ولا هذا طيب النادي اللي بعده الحارس بولندي قلوب دفاع كلهم برازيليين جناح إيطالي وسط أمريكي وعندك صربي جناح أيسر ومهاجم صربي وإيطالي وهدول يا جماعة سهلين جداً عندك الحارس تشيزني بريمر قلب الدفاع مع دانيلو هنن سيد العجوز لادي يوفينتوس يا سلامه أخيراً يس 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 فبما أنه حزرتهم صح فبيحقل يضيف أول لاعب منهم أرجوك أنه عندهم حدا قوي يوفينتوس أول لاعب عندهم هو فيدريكو كيزا قوت 91 يا ساتر على البطاقة إن شاء الله أنه هي البطاقة يعني ما لا تحدي بس أهم شيئنا ما لا تحدي لأنه الصراحة خمسة نجوم مهارات ودريب لنج وسرعة وتزديد وكل شي كل شي رهيب أرجوك يا كيزا أنك متحدي بليز بليز 91 الريتنج هل هي تحدي ولا لا للأسف يا جماعة تحدي فإذا أول لاعب بيوفينتوس منقدر أنه نجيبه هو لوكاتيلي عد هيت كمان تكون تحدي مشكلة أوكي الحمد لله متحدي ويالكامية لوكاتيلي من غير عقد كمان يعني بايعه من غير عقد يا رجل فتحدينا لسه مكمل وإذا بتتوقع أني إحزر عشر أندي على الأقل بهذا التحدي حط لك على المقطع إذا بتتوقع أني رح أفشل بهذا الشي حط اشتراك بالقناة لأشوف من أوصح للخدراتي ومن اللي بيقول أني رح أفشل وغالباً هنامل حوالي 15 نادي فالمفروض أني حاول يجيب 10 صاحة على الآل النادي الذي يليه استو بنيان الظاهير يا جماعة استو بنيان الظاهير هذول برايتون وعندك أرجنتيني وعندك إنجليزي وبراقواي أظن أنه هدول برايتون يارب إنه برايتون صح يارب إنه مغلط يارب إنه ما جبت العيد بس يا عيني برايتون فيلان يا جماعة المشكلة برايتون هل عندهم لعبين أقوياء عنده أنزفاتي أوت 9 ساتر على البطاقة أنزفاتي ولدنا 95 93 يا إلهي إذا بتطلع البطاقة هذه تحدي مصيبة لا تقلين تحدي لا 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 مو تحدي يا جماعة ليك البطاقة سعر حدود 700 ألف جدا غالي بس سريع ومعه خاصية اللي هي خاصية عما ما درتش يا جماعة بخارج القدم وغير عنne عن thoaki محال يعني بتكون المهارات يمكن أفضل. النادي الذي بعده حارس السويسر قلي بدفاع برازيلي وهولندي وإيطالي والجناح إيطالي والتاني هولندي وعنده اللاعب من أرمينيا ومهاجم أرجنتيني وهدولي طبعاً لحننا الانتر عندك المهاجم ماركوس تيرامو لوتارو مارتينيز الحارس طبعاً لهو سومر وفعلاً إجابة صح. السؤال لاغendar شو عندهم لعبين قوية أوه Lo verderو مارتينيز أوكيي يعتبر أوتوا واحد وتسعين ممتاز فراح نخلي الخطة بالشكل التالي ونشوف لوتارو هل أصلاً نقدر أنه نشتري crashed auto نضم على الخطة النادي اللي بعده حارسه ألماني قلب الدفاع كوري وإنجليزي الظاهير مغربي والظاهير الأيسر برتغالي وعندهم لعبين ألمان كثيرا يا جماعة مزراوي وكمن جاي الانجليزي مين داير معقول بايران مينيخ ايزي يا ولد أحلى شيء إنه بايران مينيخ عنده كثير لعبين أقوياء وأقواهن هو الهاريكين عنده ثلاث بطاقات 93 اختار اللي بتاعش بقى يعني مستحيل يكونوا كلهم تحديات هاي خمس نجوم قدم ضعيفة وهي نفس الشي يا جماعة ليش واحدة يمين واحدة يسأله شو القصة فهذا هريكين طلع حتى عندي بالنادي ونزل على الخطة يا جماعة كأساسي معه خاصية الباورشوت الأسطورية للآن المصيبة ما أجانا ولا حدا مدافع كل الأندية اللاعبين الأقوية منها هجوم أو وسط اللي بعده حارس توربي ظهير فرنسي قلب دفاع فرنسي قلب دفاع انجليزي وظهير كذلك انجليزي وعنده انكامات كلها انجليز والمهاجم سنقالي هدولي يا جماعة تشيلسي استوبنيانو الوسط استوبنيانو وإنزو إنزو فرنسي استوبنيان مين منار كي سيده أصدي حسبي الله المهم انه تشيلسي صح تشيلسي عنده كتير لعبين مميزين وغالين ولكن مين هو أقوى لاعب بالفريق هذا هو السؤال أقوى لاعب تشيلسي عندك مودريك وجيمس وبالمير كلهم 91 وأنا الصراحة محتاج ظهير بأي طريقة فالأفضل إليه هو ريس جيمس وأتمنى انه ما تكون بطاقة تحدي لأنه ما عندي ولا ظهير للآن ولا حتى مدافع أرجوك إنه بطاقتك يا جيمس ما لها تحدي أرجوك يا ربي ستراك يا جماعة شكل تحدي بطاقة يدريس جيمس تحدي بس الشيء الإيجابي إنه لهلأ ما راح بقيله شوي وبيروح فخليني أمله على السريع وهيك خلص ده تحدي ريس جيمس بنجاح وأخيرا يعني لعب تحدي بس الحمد لله أنه من قدر نجيبه شوف الطاقات شوف السرعة تمرير الدفاع هيكون أسطوري وليس بحسوك أنه كأنه آيكون يا رجل أمين فتح أربي إنجليزي من نادي تشيلتسي البلوز وهو ريس جيمس بطاقة كتير 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 قوية ما شاء الله كل شي عنده يا رجل تزديد 83 وهو ظهير أصلا وهيك ريس جيمس بينزل على الخطة النادي اللي بعده حارسه ألمانيا قلب دفاع نيجيري وإنجليزي ظهير بلجيكي مهاجم من ألبانيا وفي برازي يا جماعة من أي دولة هذا الفريق وظهير أمريكي هل هدولة PSV أيندهوفن معقول ولا دورتموند PSV أنا حقول PSV أيندهوفن معقول أنه دست هذا أوكي غلط يا جماعة فولهم صعب جدا يا جماعة الصراحة أني يعرفها يا مصيبتي يا مصيبتي يا مي جود كان فيني يجيب ويليان لو جاوبت لو جاوبت الويليان يا ولد يا ساتر كل الطاقات عنده فوق التسعين تقريبا واو ولكن لأنك فشلت بالإجابة فرح تضطر تجيب اللي هو هذا اللاعب يا جماعة CM أوتو 55 وحتى أنه هيك عابس الوجه إنه عم يصوروه حاسه معاجبه شيء يا رجل السلام يا دونيل يا أسطورة النادي اللي بعده حارس فرنسي ظهير إيطالي وظهير فرنسي وإنجليزي وفي محور فرنسي ومهاجم فرنسي أظن عرفتني يا جماعة عندك الظهير الأيسر فيه هرناندز الجناح الأيسر لياو المهاجم جيروه حارس ماينان اللي هو نادي الميل عندهن تموري وكايير كذلك نعم إيجابة صح فالآن بيحقل يضيف أول لاعب مين أول لاعب يا جماعة بهدول هذا هو السؤال مين لن أول لاعب عندهن أووو ثيو هرناندز فريق السنة فريق السنة ولد عندهن لاعب فريق السنة نسيان كليا كلية ننسيت أنه عندهن لاعب من فريق السنة واوو محتاجه يا جماعة ثيو هرناندز غير عن أنه ظهير أسطوري أنا محتاج أصلاً ظهير بس السؤال كم هو سعر ثيو هرناندز بالسوق إذا هاي البطاقة هيك سعر ها لكم فريق السنة أوه إله إلا الله أنا شايف أرقام غريبة مدري كم صفر هدول واو شوف شو كاتبين تيم أوف ذي يير يعني كتبوا فريق السنة طي يا شباب المترجم يا شباب يا هو والله يا جماعة بزيادة غالي شو هاد ثلاثة مليون كويز على ظهير يا رجل مدافع ما مندفعها هاي طيب حنشتري بكل الأحوال وإلكا ميثيو ثلاثة مليون وميتين آخ قلبي قلبي كتير غالي يا شماعة هذا اللاعب بقي لي لسه بقي لي حارس وهذا ولسه الدكة أوه النادي اللي بعده حارس فنلندي يا شباب شوفوا مبدئياً النادي ألماني عنده كتير لعبين ألمان باطل الدوري باير ليبر كوزن يا شماعة باير ليبر كوزن يعيني يعيني أيزي شلون صعبت على حالي كان حضية حالي يا رجل جريمالدو عندن فريمبونغ يا ساتر الفريق متجه بخطة ثابتة نحو لقب الدوري الألماني باير ليبر كوزن وأقوى لعب عندن هو فريمبونغ بطاقة فريق السنة صح؟ كمان هاته دول عندن فريق السنة بوني فيس في وعندن عدلي اسمه هذا أنا شوف أنا مبدئياً على المشكلة اللي ملي محتاج الظهير أيمن، على الإطلاق ملي محتاج الظهير أيمن، عندي ريس جيمس، لكن لازم أنه نشتري فريمبونج، المشكلة حيفلسني فريمبونج حرفياً، ممكن لأب جيمس قلبه وفريمبونج ظهير؟ ممكن، أرجوك أنك ما تكون أنت كتير غالي كمان، أوكي؟ مليونين يعني، أوكي غالي يا جماعة، أرخص سعر ألو هو مليون وثمانمائة ألف كوينز، رح نشتري يا جماعة لعيونكم، ولعيون التحدي الفريمبونج الأسطورة، بيدخل على التشكيل إذاً بي شكل رسمي، دعينا نشوف حارس ألماني، قلب دفاع أرغواي، وإسبانيا، الظهير، إسر برتغالي، الظهير أيمن فرنسي، يا رو، شوا، الشوى الفريق؟ أووو يا جماعة، الماجند، ليس بهولدنا، هو فريقنا، هنادي برشلونة يا جماعة، أروا كل ترشتيجن، كوبارسي، طبعاً make what you seeon nes collections작reed. بالدفاع الجديد لامينيا مال ومواحب برشلونة كاملة. السؤال هل برشلونة نزل له اللاعب فريق السنة؟ ما أظن. ما بظن نزل من عنا ولا لاعب فريق السنة من برشلونة. عندك ليفندوسكي هو أقوى لاعب بالفريق أوتو 94. وبالتالي أنا هجيبه وأظن بحق لي خليه أساسي. بس هل أنه خليه على حساب البرونزي ولا على حساب بريكين حنشوف. هذا هو الروبرت ليفندوسكي بيدخل على الخطة الآن وبما أنه أنا عامل تحدي على خمسين دولار فرح خلي أي برونزي بيطلع لي أساسي بالتشكيلة مشان العدل يعني. طيب النادي هذا عندك جناح أيمن بباراقواي مهاجم سويدي جناح أيسر إنجليزي وسط إنجليزي وإنجليزي وبرازيلي وحارسهم ما بعرفت شو هي الدولة سلوفينيا مدري شو. أظن هدول نيو كاسل يونايتد المهاجم إسحاق وعندك اللي هو الميرون. نعم صحيح الدبرات كالحارس. يا رب إنه نيو كاسل عنده اللاعبين أقوية يا رب يا رب تريبيير أقوى لاعب نيو كاسل وات بيودي كان الحارس يا شباب. ولكن أظن أنا بحق اللي يجيب أي لاعب من النادي طالما أنا أجاوب بالشكل صحيح ما بضرورة جيب أقوى لاعب عادي بقدر أن يجيب الحارس بكل اختصار لأن التحدي كان بحالة فشلت على إجابة لازم جيب أضعف لعب بس هل إذا جاوبت جيب أقوى لاعب جيب أقوى لاعب جيب أضعف يا ساتر شو هده من يون ألف جنسية يا رجل طيب الحارس من المجر قلب دفاع مجر وفرنسا ألمانيا ألمانيا في لاعبين يا جماعة الحارس جالكسي قلب دفاع أوربان 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 هدولي لايبزيج لايبزيج مئة بالمئة وعندن شافي سيميونز الهولندي يا عيني يا عيني يا عيني أيوة ولاعب من نادي لايبزيج أوه أوربان يا جماعة 91 قوتو يا ساتر شوف في السرعة 87 واو يا رجل واو 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 همشي عندي إنه هاي البطاقة بتنشرها الحمد لله يا رب الحمد لله ليش هيكساره كتير رخيص ياهو تعالي يا أوربان ومعه خاصية ذهبية كمان يا ساتر التحدي مكمل وإذا نادي فشلت بالإجابة عليه رح جيب لعبه لبرونزي ونزله أساسي مثلا خلينا نفرض أنه فشلت بالإجابة مثلا على ريال مدري فرح نزل البرونزي تبع الريال مهاجم وليفندوسكي حيطلع إذا كان أضعف لعب يعني بالريال مهاجم النادي اللي بعده أوكي عندهم إسباني فريق إسباني بس مدافعهم برازيلي وبلجيكي وعندهم إرجنتيني هذول أتلتكو مدريد المهاجم جريزمان والحارس أوبلك يا جماعة وعندهم ديب بول وكوريا أو ديب بول مولين حلو 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 لأن واحد منكم اللي راح يفوز بحالة أخسرت بهاي المباراة راح ندخل المباراة بالديفجن ريفلز والله يستر يالله بسم الله هتبدأ المباراة إيه علو شو هاد؟ أرقام ليش؟ يا شباب لا 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 أسبب لا هيك أنا ما زب أوكي؟ يا جماعة الزر منزوع زر السرعة منزوع حتى هم منزوع الزرار الحمد لله يا رب أنا بسرع بالأروا معمول الجري بالأرثو حبيبي حبيبي علينا يعينا يا فرينبونج سريع يا أخي هذا البرونزي Intelligence 뭐 راوغ الول Shouty يا لبرونسي روح روح يا ولد الجيرونا ولد الجيرونا يا جمعة يا جماعة الإنجرال التسجيل يا ساتر Writer يا رجل يا سادر بدي أعرف كم سرعتك من كيلو متر بس هو والله قوة ما شاء الله يا سادر يا سيو مرر مرر وثالث مثالث مثالث روح بالآلند روح بالإيرلينغ والله آلند داتي أوكي شكرا يا حق هلوة هي رهيبة ولكن قول 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 وهذا الفرنزي ضياح وطرق الجزاء الفرنزي كان ممكن يستشلها واربط جزاء حلو طيب أعطيني أعطيني اللاعب البرونزي سجل فيه ماشي وين هو وين هو البرونزي هو هو اللي ضيع يا جماعة سيسجله في سوزوكي ودونيل يمكن أنه هذا اللي ضيع ما عندي فكرة ما شاء الله صاروخ هيمو مؤشر شوف شوف البنينكا شوف مسحي الوقف بالنص الله يا لبرونزي يا لبرونزي سجل يا برونزي سجل سينسح في يا جماعة خلاص خاف 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 حتى ستار تطلع يا جماعة أنا بالصراحة بحالة طرب مع تزديدات ثيو غرناندز البارشت يلا يا برونزي ليفا 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 يا ليفا العارضة يا جماعة العارضة سزوكي لا هلأ ما عملت شي يعني سجل يا أخي نخيل لو كان البرونزي حارسي مثلا سأتها مشكلة كبيرة الصراحة يلا يلا الفرينبونج الفرينبونج بيضل بيسجل بالحياة عرضية حلوة العرضية تاريخية العرضية أسطورية وانسحب الخصم وأعتبر كسبنا هيك رسميا بالتحدي إذا عجبك المقطع حط لايك وبتقدر تابع هذا المقطع بفكرة مشابه بالضغط عليه هون صلوا على النبي وسلام عليكم موسيقى